مبروك صار وقت تطلقوا اول منتج لالكن على امازون يعني صار وقت تدخلوا المنتج على كتالوج امازون رح ناخد هيدا المنتج نعم كمثل خلينا نبلش اوكي قبل ما نبدأ ازا هيدا اول مرة عم تحضروا فيديو عهي القناة هاي انا كريستل مؤسسة امازون سيلر سوسايتي امازون سيلر سوسايتي هي امازون سورتفايد سورفز بروفايدر يعني شركة مرخصة من ابل امازون مع شراكة استراتيجية مع امازون لحتى نقدر نقدر لكم الخدمات اللي انتو بحاجة للك كبائعين لحتى تنجحوا على امازون نحن منساعد جميع البائعين من جميع المستويات انه نبيعوا منتجاتهم بنجاح على امازون بمنطقة شرق الاوسط يعني امازون امارات السعودية ومصر ازا بتكون ترينينج كامل عن البائع على امازون رح تلاقوا تفاصيل لترينينج والتدريب مجانة بسندوق الوصف باسفل هيدا الفيديو هلا خلينا نحكي عن كاتالوجينج يعني تدخيل منتج بنا ندخل منتج على صفحة امازون لحتى تقدروا تبعوه طبعا هيدا المرحلة تطلب انه نكونوا جاهزين لحتى تعملوا كل هول التفاصيل لانه بدنا نعمل الموضوع بسرعة وبدنا نعملوا بطريقة صحيحة في بعض التفاصيل يلي ممكن تتأجل ولكن في بعض التفاصيل يلي ضروري تكون جاهزة لحتى ندخل المنتج بطريقة صحيحة من البداية طبعا ممكن انكم تعرفوا انه فيكم تبيعوا منتجات على امازون من دور ما انتو تعملولها كاتالوجينج يعني تدخلوها على صفحة امازون ممكن تكون اردي موجودة وانتو تقرروا انه تبيعوا هيدا المنتج يلي موجود على امازون هيدا الشي منسميه بالانجليزي ري سالينج او اعادة بيع ولكن هون بديفسر لكم كيف تدخلوا منتج على كاتالوج امازون يعني كيف تعملوا برايفت ليبل المنتج لالكن وانتو بتكون تدخلوه على امازون يعني انتو بتكون تدخلوا الصور انتو بتكون تخترعوا التايتل وكل التفاصيل المتعلقة بامازون خلينا ننتقل على الكمبيوتر تدخيل المنتج على امازون بسيطة جدا ولكن لازم يكون عندكم ثلاثة امور جاهزة اولا فتنا على هيدا الحساب اللي بنستخدمه لحتى نفرجيكم كيف امازون بيشتغيل ومتل ما لاحظتوا عندي اد برودكت سمحتوطة هون بوك ماركت اذا انتو ما عندكم اياها بتفوتوا على الهامبرجر منيو بتكبسوا هون بتفوتوا على كاتالوج وانا عاما بنكبس على اد برودكتس من بعد ما نكبس على اد برودكتس طبعا نحنا بدنا ننخي المنتج ليس حاليا متواجد داخل كاتالوج امازون لذلك رح نكبس على ايم ادن برودكت نت صودون امازون بهيدا الطريقة بقدر اخترع لستنج كل يتا تحت سيطرتي اول شي انا بحاجة لقلو انه ضروري يكون عندي اورادي مجهزة عنوان يلي بد استخدمه لهيدا المنتج طبعا شي ضروري تعرفوه انه في عدد كتير كبير من الامور فيها تتغير وانس انا بعمل الليستيك ولكن العنوان شيء اساسي انا بنصحكم انه يكون جاهز ليش لحتى يكون الاسي او اوبتمايزيشن تبع المنتج جيد وانس دخلت الايتم نيم هون امازون عم بقلي وين ممكن انه ينحط تحت اي كاتيجوري فيني اكبس confirm او فيني اكبس select other هيدا الشيء التاني لازم يكون عندكم يجاهز اي كاتيجوري بتكون تستخدموه اولا فيني اعمل search هون اكتب مثلا stress ball يلي هو المنتج طبعي وشوف شو هن الكاتيجوريز يلي متوفرين الي او فيني ادخل على امازون اكتب المنتج يلي انا عم ببحث علي يلي هو stress ball وابحث على البيعين الاخرين شو هن الفئات يلي عم بيستخدموها هلا انا شفت الفئات يلي عم بيستخدموها البيعين الاخرين ولكن ما بدي اعمل listing تحت منن رح اختار category اخرى حسب ما امازون عم بيقلي ورح اختار المساج balls تحت product massager خلينا او حتى تحت فئة health او حتى لحتى هين الموضوع علي حتى رح استخدم ممكن sporting goods طبعا ما تاخدوا الموضوع باستهتار الكاتيجوري شيء جدا اساسي وتنكون عم نعمل listing على امازون بدي ايكم تطلعوا على هيدا البارت من الصفحة يلي هو الاتريبيوتز هوني امازون عم بيقولولي حط كل ال recommended يلي هني بينصحوني ان نضيفهم ولكن انا هون هدفي انه دخل التفاصيل البسيطة عنه للمنتج لحتى اقدر جاهزه ومن بعدها بقدر بفوت بلا واي وزيد كل التفاصيل المهمة لذلك بدل recommended رح اكبس على required لانه بدي دخل فقط المعلومات يلي امازون بحاجة لايلا هوني بنجي على ال brand name حاليا اذا بدي دخل brand name لامازون ضروري انه يكون already اخدي موافقة مسبقة ما فيني ايجي حط يعني هوني عم بيقولوا example sony طبعا ما فيني ايجي حط sony مش رح يقبل امازون sony او اي brand اخر brand already ممكن يكون مسجل لذلك اذا عندكن اللوغو مطبوح على المنتج خدوا authorization قبل ما توصلوا لمرحلة تدخيل المنتج على امازون او اذا ما عندكن بكل بساطة بتكبسو this product does not have a brand ويتحول مباشرة انتو generic الproduct id هوية هوية المنتج هو ما يعرف بالbarcode وفيني استخدم UPC EAN او GTIN اذا كنت عاملي exemption اذا ما عندي barcode تدخله هون بكل بساطة بتكبس I don't have a product id لهيدا المنتج خلينا نكبس next وانس كبس next هوني امازون عم يطلب مني امور اضافية لازم دخلها شو هو ال product description وشو هو ال bullet point وليش مهمين طبعا هولي تفاصيل المنتج وهن مهمين جدا ولكن انا هوني فيني دخل تفاصيل بسيطة وبعدين ادخل على امازون ودخل الامور الاضافية وانس بكون جهزتا ولكن تعطيكم معلومات اكتر هول هن ال bullet points ومن المفترض انه يكونوا خمس نقاط رئيسية ويكونوا مش اقل من 250 character لكل bullet point واذا بتلاحظوا وتالشخص يكون عم بفتش على منتجات باستخدام الكمبيوتر او اللابتوب او حتى التابلت يعني على موقع امازون ومش على الابليكيشن رح تشوفوا انه ال bullet points بيظهروا دغري جانب الصور هالقد مهمين مفروض يكونوا معلومات سريعة وخفيفة وبتفسر عنه للمنتج اما ال product description فبنلاقي بنص الصفحة ولازم يكون طبعا هون الباقية حاطي جملتان ولكن لازم يكون paragraph طويل بيفسر اكتر عنه للمنتج ال product description على الابليكيشن او على الموبايل بتظهر حد دغري تحت الصور ولكن وال bullet points بيظهروا باسفل الصفحة اذا كنا عم نستخدم الابليكيشن او الموبايل انا بس بحكم اني بدي بس عب المنتجات وطبعا هولي منو نمهمين قدل تايتل يلي دخلناه قبل يلي هو very SEO optimized راح تدخلون كيف بتزيدو bullet point بتزيدو bullet point بتكبسو اد مور وبتزيدو واحدة تانية اد مور لازم يكون عندكن مينموم خمسة bullet points مش اقل خلينا نحكي عن الصور اذا بتلاحظو امازون بيعطونا maximum 9 images بخلونا نحط 9 صور ليش ما منحطن ضروري الصور شيء كتير اساسيه اذا ما نكون قادرين تحطوا 9 صور المينموم المينموم اللي يزم تدخلوه هو 7 صور على الليستين هايدي الصورة انا عم بستخدمها من عند المصنع برجع بقدر غيرها بحيالة وقت الصور كل التفاصيل فيها تتغير ولكن كونوا مأكدين ممكن تدخلو العنوان لانو متل ما قلنا هو الشيء الاضافي اللي انتو بتكون ياه رح نوصل فيني اكبس submit لا ما فيني اكبس submit لانو عندي ثلاث صفحات محطوط عليا علامات استفهام لانو لازم دخلها نوصل لهون الموديل نمبر اذا ما نكونوا مأكدين من تفاصيل شو هن التفاصيل هول شو يعني موديل نمبر بكل بساطة في كنتو كبسو هون وتفهمو اكتر عنو للمنتج الموديل نمبر يعني رقم الموديل تبعو لهيدا المنتج وطبعا بما انو انا صاحبة هيدا المنتج فيني يسمي الموديل نمبر على زوء ايه ومتل ما انا بدي مين المانيفاكتشرر مين مصنع هيدا المنتج فيني هون يحط اسمي انا كستور اونر او فيني يحط اسم المصنع الحقيقي بالصين متل ما انتو بتريدو ولكن اكيد انا بفضل اني حط اسم البراند او اسم الستور تبعي على امازون بهيدا الطريقة بتكون افضل ولكن رح حط تست بس لانو بدنا نعبي هيدا الموضوع ديبارتمنت نيم لمينة ايدا للاطفال يونيسكس رح حط انا يونيسكس ادلت الماتيريال من شو معمول تطلعوا على كل التفاصيل يلي عندكن اياها كاوبشنز خليها نختار ربر اا الايتم تايب نيم شو بيعني هيدا الموضوع سلكت from the list of provided خلينا نشوف مسألا رح نسميه سترس بول لانو هيدا سترس بول شو لونه لونه ويت تالت شغلي لازم تكونوا مجاهزينه يلي هني الايتم كاونت الايتم دايمانشنز الحجم المنتج شغلي كتير اساسيه اوكي سو هوني اولا عم يطلب مني الايتم دايمتر لانو اتسبول سو كيف معمول رح نقول بدنا ياه هيدا جاي بالسنتيمترات هل يترى فيه power plug لا ما فيه كهرباء is the product expirable no هلا انتبهوا ممكن انتو يطلع قدامكم امور مختلفة لانو حسب الفئة يلي انتو عم بتدخلو فيها حسب الكاتجوري امازون بيطلب منكن امور مختلفة شو عم بيصير هون بدنا one count is unit included components bag sporting type لأي نوع رياضة خلينا نقول exercise and fitness بنكمل على ال offer هوني الشيء التالت متل ما قلنا اللي لازم تكونوا مجاهزينه يلي هو حجم ووزن المنتج المنتج والpackage كمان يعني المنتج بحد ذاته خلينا نفسر لكم بالاول هوني اذا منا ندخل المنتج merchant fulfilled يعني FBM بكبس FBM بحط الكمية دغري وبحط السعر ولكن انا بدي فرجيكم FBA بنكبس على FBA شفتوا الكمية بتختفي ونحط السعر طبعا السعر ممكن انه يتغير باي وقت اي شيء ممكن يتغير باي وقت ما عدا الامور يلي محطوط حد منا هيدا الافل هوني وانس بيتدخلوا خلاص ما فيهم يتغيروا بقى شو هو حجم المنتج ضروري انه ما تحطوا حيالله حجم ضروري يكون عندكم الامور الحقيقية ليش لانه خاصة اذا انا عم بعمل FBA ال FBA انا الرسوم اللي بتفع على امازون متكلي على حجم ووزن المنتج length الطول width العرض يعني length width والheight عرفتوا شو قصدي هول التفاصيل انتو بيحاجره الى انا ولكن لانه هيدا بس اكزامبل عم جرب اعطيكم ايه راح حط بس التفاصيل قبل ما نكمل اذا بعد ما عملتوا سبسكرايب بالقناة شو ناطرين عملوا سبسكرايب بالقناة عملولي لايك عهيدا الفيديو وتركولي تعليقكم بسندوق الوصف باسفل هيدا التعليق هيدا الشي بيساعدنا وبيدعمنا وصراحة بيحمسنا انه نعمل اكتر محتوى ممكن يساعدكم اذا عم تسألوني هل ياترى فينا نغير بعدين نعم ولكن افضل انه يكون عندكم ياهون صحيح من البداية راح حط انه 150 جرام حجم المنتج وزنه افضل يكون عندكم ياهون جاهزين من قبل اخر شي بدي اعمله هو safety and compliance وين ال country of origin china او وين ممكن معمول مصنع هيدا المنتج بتحطه هل ياترى معه one year warranty none batteries required no dangerous goods خلينا نقول storage outer material شو outer material راح نقول فينا نختار شي اقرب شي قريب للمنتج تابعنا راح نحط انه هيدا معمول من leather خارجيا وفينا نحط add more متل ما بتلاحظوا قدمت كل المعلوماتي اللي امازون بده اياها ومكبس submit once بكبس submit امازون بيقلي انه 24 ساعة بيجي بفوت وبشيك وبشوف is the product approved or not and ساعته فيني من بعده بلش اشتغل على كل تفاصيل الليستنج مبروك صار الليستنج جاهز وهيدا كان كل شي لهيدا الفيديو هلا صرتوا تعرفوا كيف اتفاوتوا منتج على امازون طبعا فيكن تعملوا تست يعني فيكن من بعد ما تحضروا هيدا الفيديو تعملوا اختبار لانه بالنهاية مش رح يصير اي مشكلة بحسابكن عملوا اختبار جربوا لحتى ما تكونوا مضطرين تعملوا اختبار وقتا الموضوع يصير جده وصار وقت فعلا يمكن الدخل المونتج انا بشوفكم بفيديو جديد مع معلومات جديده باي